ما تسويش أكتر من كده يا صابر يا ابني إزاي بس يا حج ده سعر المتر في الأرض دي ساوي أكتر من كده بكتير قوي واللي انت بتقوله ده قليل قوي ما عادش قليل ولا كتير يا عز خلاص البيع والشرة في البلد مفيش وانت يا ابني إذا كنت رابط على حد تاني سعر وأعلم السعر بتاعي انت حر بس أنا حايز أقولك يعني حيديك المقدم وبعد كده بقى حلني عبل ما تاخد فلوسك وانت يعني مزنوئين ومحتاجين لإرشنات يعني إحنا عشان مزنوئين تيجي علينا عم الحج ده ربنا بيقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم ونعمة بالله بين البايع والشارف طح الله يا ابن الشيخ سلام سلام عليكم وعليكم السلام زك عم الشيخ أهلنا وسهلين أهلا وسهلا سابر زك عز أنا كده فهم طب لما رح أوسع الغدى بتاعكم بقى البيت بيتكم خدوا راحتكم عن إذنكم تفضل أنا يا سيدي هشتري منكم بقى أنا برضو صاحب واجب بقى فهم في الوصول مش ينفعش في إخواتي مزنوئين موقفش جنبيهم أنا لو تأكدت يا زين اللي حصل لأخويا جوه الحجس من تحت راسك ورب الكعبة ورب الكعبة حق حسن لأخده منك تالت ومتلت حق حق يا صبر انت بتفكر كده لا لا أنا زعلت أنا برضو هأزي حسن يا صاحبي عشان كده لبستوا القضية صاح؟ ما علينا ما علينا بقى أنتوا عارفين أن ما فيش حد بيبيع واشتري في البلد دي غلما يرجع للعبد لله لا وأنا نويت أخدمكم عاوزين كم في الأرض شوف يا زين الوقت اللي هتحس إنك عمال تكبر فيه وشايف الناس صغيرة هو نفس الوقت اللي انت هتقع فيه وإحنا مش هنقع ولا هنبإعلان هاته اشتركوا في القناة